اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أصحاب السبت لماذا عاقبهم الله تعالى بمسخهم قرادة وخنازير وأين ذهبوا في غابر التاريخ والأزمان عشبن إسرائيل على شواطئ البحر آمنين يأكلون وينعمون بما آتاهم الله عز وجل من فضله ونعمته وكانوا قد طلبوا من الله تعالى أن يفرغ لهم يوما للعبادة ليؤدوا فيه الشعائر التي أمرهم الله عز وجل بها فأمرهم الله تعالى بيوم الجمعة ولكنهم اختلفوا فيه وتركوه وأرادوا من أنفسهم يوم السبت على خلاف أمر الله عز وجل فألزمهم الله تعالى بما قالوا فكان يوم السبت بعد أن ضلوا عن يوم الجمعة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدان الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد رواه البخاري ومسلم قال الإمام السدي إن الله فرض على اليهود يوم الجمعة فأبوا وقالوا يا موسى إن الله لم يخلق يوم السبت شيئاً فاجعل لنا السبت فلما جعل عليهم السبت استحلوا فيه ما حرم عليهم ومرت الأيام وبن إسرائيل على عادتهم يقدسون يوم السبت ويفردونه لطاعة يتقربون بها أو لعبادة يسبحون الله فيها وفي قرية من قرى بني إسرائيل على شاطئ البحر الأحمر يقال لها أي له كان يسكن قوم من بني إسرائيل في زمن داود عليه السلام وكان عليهم أن يلتزموا سنة آبائهم وأجدادهم فيسيروا على عبادة الله عز وجل في يوم السبت فكانوا لا يمارسون في السبت عملاً من أعمال دنياهم من الصيد أو غيرها وكانت تظهر الأسماك يوم السبت إذ إنها قد شعرت بالأمان بأنه لن يصطادوها فكانت تخرج وتتكاثر على شاطئ الماء وبني إسرائيل لا يستطيعون صيدها لأن الصيد والعمل محرم عليهم يوم السبت وهو يوم العبادة وإذا جاءت ليلة الأحد ووحل الصيد لبني إسرائيل تعود الأسماك إلى البحر ثانية فيصعب على بني إسرائيل اصطيادها بعد عودته إلى البحر ولكن تحركت تواعي الطمع والجشع في نفوس الفساق والفجرة من أهل هذه القرية فخالفوا تعاليم وشعائر دينهم وأنبيائهم وتشاوروا فيما بينهم وبحثوا عن الحيلة والمكر والخديعة التي بها يستطيعون الاستفادة من يوم السبت الذي تكثر فيه الحيتان وبعد ذلك لا يستطيعون اصطيادها إلا بالجهد والمشقة فكان بعضهم يعمل أحواضا وبركا قرب البحر فإذا جاء السمك يوم السبت ووقع في الأحواض والبرك فمنعوه من الرجوع عن طريق حواجز جعلوها بين الأحواض والبحر ثم يخرجون السمك يوم الأحد وبعضهم كان يضع المصائد والشباك يوم السبت فيقع فيها السمك ثم لا يخرجها إلا الأحد تحايلا ومخادعة بدعوى أنهم لم يصطادوه يوم السبت فكانوا يتحايلون بحيل شيطانية صبيانية لا تخيل على أحد ولكنهم يتحايلون بها هؤلاء السفهاء يتحايلون بها على رب البرية سبحانه وتعالى وهو استميع البصير العليم الحكيم اللطيف الخبير وهو الذي لا تخفى عليه خافية ولذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعال بني إسرائيل فقال صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا مرتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل فغضب الله عز وجل عليهم ولعنهم لما احتالوا على خلاف أمره ومكروا وخدعوا أو تخادعوا وانتهكوا محارم الله عز وجل بالحيل التي تظهر جلية للناظر بالعين وفي حقيقتها مخالفة لأمر الله تعالى وهي معصية لله عز وجل وانقسم الناس حينها حيال من فعلوا هذا الأمر إلى فريقين فريق أنكر على أصحاب هذه الفعلة الخاطئة ولاموهم على مخالفتهم لأمر الله عز وجل وفريق آخر لم ينههم عن ذلك بل ألقوا باللوم والعتاب على الذين نهوا الفساق عن ذلك قال الله تعالى في سورة الأعراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما لاموهم على نهيهم لهؤلاء عن صيد الأسماك وسألوهم عن السبب قالوا لهم لنعتذر إلى ربنا عز وجل أي إنهم فعلوا ذلك خوفا من عذاب الله عز وجل ولعل هؤلاء الفساق يتوب إلى الله ويرجع عن هذه الأفعال التي تعضب رب العالمين سبحانه وتعالى وقام أهل القرية باعتزال هؤلاء الذين يصطادون يوم السبت بعد أن هاهم من نهاهم عن هذا الفعل ولكنهم لم يستجيبوا أصروا على مخالفة أمر الله عز وجل بالصيد يوم السبت فاعتزلوهم وضربوا بينهم بسور خشية أن ينزل عليهم جميعا العذاب فيعمهم جميعا فكانوا يبيتون وحدهم ويغلقون بينهم وبين هؤلاء الفساق أبوابا خوفا من عذاب الله عز وجل الذي سينزل بهم فأصبحوا ذات يوم ولم يفتحوا أبوابهم ولم يسمعوا لهم صوتا ولا رأوا منهم أحدا فعلى رجل منهم السور الذي بينهم فقال أي عباد الله قرادة والله تعاوي لها أذناب مسخهم الله قرادة ودخل الناس عليهم يعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد والمرأة بعينها وإنها لقردة وعرفت القردة أنسابها فجعل القرد منهم يأتي نسيبه من الإنس فيشم ثيابه ويبكي فيقول الإنسي لهم ألم ننهكم عن ذلك فيشير القرد برأسه أي نعم قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فأهلكهم الله عز وجل ومسخهم قردة وعلى الجانب الآخر كانت النجاة للذين نهوهم عن المعاصي ولم يسكتوا عن هذه الأفعال التي تغضب رب العالمين سبحانه وتعالى قال الله عز وجل في سورة الأعراف فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون أصحاب السبت أعملوا عقولهم فيما ضرهم ولم ينفعهم حيث إنهم فكروا واخترعوا الوسائل التي يحجزون بها الأسماك ويتحايلون بها على رب الأسماك وعلى أحكام الله عز وجل وكذلك بعض الناس تراه يبدع ويبتكر في معصية رب العالمين سبحانه وتعالى أو في التحايل والمكر على أحكام الشرع ولكن المؤمن المسلم دائما ما يرضى بحكم الله عز وجل وشرعه فيما نهاه عنه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فينتهي عنه دون محاولة الالتفاف أو التحايل على الأحكام الشرعية قال الله عز وجل في سورة الأحزاب وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا اللهم اهدنا صراطك المستقيم وثبتنا عليه يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين وفي الختام لا تنسوا مشاهدين الكرام تسجيل إعجابكم بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد منا إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته